الملف المهم واللي انا الحقيقة بتكلم عليه موضوع برضو مستحقات الشركاء الاجانب في قطاع البترول احنا قاعدين شغالين عليه اجتمعت مع السيد وزير البترول وحطين خطة والحقيقة هو واحد من اكبر الشركاء اللي معانا شركة ايني الايطالية تم الاتفاق على يعني سداد الالتزامات اللي علينا كدولة ونتحرك في هذا الموضوع مع بقية الشركاء لان كل اللي يهمنا كل ما حنقدر نجدول ونلتزم معاهم كل ما هما حيزيدوا من عمليات الانتاج والاستكشاف في الفترة القادمة لان كل شغلي مش فقط ان انا يعني اقلل من استخدام الموارد البترولية والكلام ده كدوا لكن لازم ازيد الانتاج المحلي بتاعنا ونرجعوا الى ارقام اعلى من اللي كانت عليه فيما سبق انا بس بأكد على هذه النقاط علشان احنا هدفنا الفترة الجاية ان احنا نشجع مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول وبالذات في الزيت الخام والغاز للفترة القادمة انا عايز هنا بس اشرح لحضراتكم ايضا احنا اخر وديك اخر نقطة عايز اتكلم فيها انا اتكلمت على ازمة الدواء وقلت لحضراتكم ان احنا شغالين على هذا الموضوع وان شاء الله في خلال ثلاث شهور يعني حنقدر ان شاء الله نتجاوز هذه الازمة زي ما قدرنا الحمد لله ربنا كرمنا في موضوع الدولار وفي موضوع الكهرباء بنتحرك مع ذلك طبعا انا عارف اثير برضو على مدار الفترة اللي فاتت ما هو فيه نقص وكلام ده كل وانا قلت ان احنا ان شاء الله فيه ادوية في خلال شهر هتبقى نقضي على عملية النقص الادوية وحنبدأ بعدها الشهر اللي بعده هتدخل مجموعة تانية والشهر التالت هتدخل مجموعة تالت عشان نخلص هذه الازمة لكن نتيجة لان برضو اثير هذا الموضوع وكان ما صار كلام وتعليقات انا تعمدت ان انا اجيب الدكتور علي الغمراوي معايا رئيس هاية الدواء عشان يدينا كده في عجالة تفصيلا ايه اللي هيحصل في خلال التلت شهور الجاية في هذا القطاع عشان يبقى المواطن المصري مطمئن الى ان احنا ان شاء الله هنرجع تاني عملية الاتزان في سوق الدواء